أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم الذي لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين ما حكم الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه وعنكم ونفعنا بعلومه والصالحين والحاضرين في الدارين آمين وقد وصلنا إلى مجلس الخطل نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أن يجزيكم خيرا على حسن التعب والمثابرة في طلب العلم والحضور نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه وأن ننتفع به جميعا قال القاعدة الثانية بعد المئة شوف الكلام من سلك ملك ومن حاد هلك من سلك ملك ومن حاد هلك هلك يعني من سلك طريق الله ملك نفسه وملك آخرته وأصبح فيه رحمة ربه وأصبح محطا لرحمة ربه ومن حاد عن هذا الطريق المستقيم هلك يعني بقى فين بقى مع الشيطان محتاجة حاجة دي احفظها كده من سلك ملك ومن حاد يعني عن الصراط ايه هلك نسأل الله الهداية والتوفيق والصداد شوف اللي بعدها القاعدة الثالثة بعد قال من حفظ الفؤاد حفظ من الفساد شاء السلام على الجمال شوف الجمال يا عم الشيخ عمر من حفظ الفؤاد حفظ من الفساد حفظ يعني ايه اللي يحفظ قلبه من انه يتطلع الى رؤية الحرام او الى اكل الحرام او التشوف للحرام او 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 يحفظ نفسه منين من الفساد في كل حياته بقى لين قال بقى سليم وقال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم يا سلام القاعدة الرابعة بعد احنا خلالها صموه كلهم 106 القاعدة الرابعة بعد المئة من حفظ الجوارح أمن الجوائح من حفظ الجوارح أمن الجوائح الجوائح اللي الأفات من نشب على طاعة الله ولم يستعمل في معصيته عند كبريه هذه الأعضاء لا تعطل لا تتعطل لا تتعطل وإنما تكون متماسكة جيدة بيقولك سيدنا أبو شجاع رضي الله عنه أرضاء الفقيه الشافعي بلغ من العمر مئة أو حاجة سنة كان في صحة شاب عنده اتنين وعشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة شاب فتي عضل كده ومجانس وحاجات كده وترابيس وفحل يعني فقول له يا مولانا انت زاعدت المية وانت صحتك صحة شاب فتي سن العشرينات بلهم تلك الأعضاء أو هذه الأعضاء حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا عن التلف في الكبر هذه الأعضاء حفظناها أو هذه الجوارح حفظناها في الصغر عن المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا عن التلف في الكبر وخبال حضرتك وهكذا يبقى انت لما تحفظ على جوارحك ربنا يحفظ على ايه على جوارحك لما تجبر وخبالك انما تضيعها كده عينك في النظر للحرام وإيدك في ضرب الناس تفترع الناس وده يخدوا شلوت وده يخدوا بناء وده يخدوا رجل ان شاء الله قبل سن 35 هتتشل واجيلك جلطة في ايدك ورجلك لانك مفتري وطرام انت مفتري بقى انت ربنا هي ايه هي عقبك انما لما تسخر صحتك في قضاء حواجي الناس ربنا يزيدك على الصحة صحة وعلى البركة بركة وربنا جالك من الصالحين يبدي القاعدة الخامسة بعد المئة وهي القاعدة قبل الاخيرة قال كاد العاقل قادة يعني معنا ايه قربة كاد يعني قرب العاقل الا يكون له عدو ليه لانه عقله راجح عارف يحط ايه فين عقل مالوش ايه مالوش عدو كادة كده طب لو كان للعاقل عدو وهم كثر يبدو لسمهم اعداء النجاح اعداء النجاح وكاد الاحمق وقال لا يكون له صديق ليه انه غبي غبي تيجي تقول له خب بالك هرجع بالعربية ورد حداس على رجله يقعد يصرخ ايه فانت يعيني بتسامحوا يعني يعني كادة انه ما بقاش له صديق بس تلاقي الغامد هو ليه اصدقاء ايوة لانهم يتمسمون فيه انه لا يقصد يعني غصب عنه يعني غلبان معلاش بتقول له خد الشاكوش ده وكروح ودي البيت وقا بياخده منك وعلى عجبه في دماغك ايه لك اصدقاء لدي فيه دبانة وقف على دماغك روح تضربها طب انت قدرب الدبانة بالشاكوش بتفتح دماغك سبعتاشر غرزة انت مجنون يقول لك والله انا معصد انا كنت موات الدبانة وهو صادق لكنهم مخيلته كده تقبل حضرتك مخيلته كده يحط لك سب في الاكل ايه يا اصدقاء بموات الشيطان بموات الشيطان لا بموات الشيطان ده مش يبقى له صديق لكن له اصدقاء بس يعني بقى هم يصاحبوه ويصادقوه ويطلبون من الله ان يعافيهم من حماقته فكل احمق يتق الله في صحابه ليه لانه هيخلص عليهم واحد القاعدة الاخيرة القاعدة السالسة بعد المئة الله خلي بالك يا جماعة في القاعدة اللي فاتت الحمق قد يكون في التصرف وقد يكون في الاعمال القلبية وقد يكون في احراج الناس يعني عمزة طلوش كده واحدة جاه تقول له اديني لله يروحوا افل بفوش شاف يقصر البه يحرجها لا مش كده من راح هزب اخلاقك ما تبقى زال حيوان هزب وروحك شوي ما تبقى شوحش كده خبالك القاعدة السادسة بعد المئة وهي القاعدة الاخيرة قال في اسفار الارباح راحة الارواح في اسفار الارباح راحة الارواح وفي اسفار الاخطار تعب الظواهر والاسرار والله اعلم بصراحة الشيخ ختم لنا بقاعدة غاية في الروعة غاية في الروعة تعالى نفككها لك عشان تفهم وختم بها ليه مش القواعد دي كلها في الطريق الى الله طيب مش كل ده بيدل يعني دي قواعد احنا استأنسنا بها في سيرنا الى الله الشيخ يقول لك في اسفار الارباح راحة الارواح يعني ايه يعني انا مسافر دلوقتي يعني انا في طريقي الى الصفر انا ماشي اه تمام ما احنا راحلون من الدنيا بعمل ايه عمال اعمل بقاطاعات واعمل قرب وتقرب الى الله وصلاة وقيم ليل وكذا مش كل ده تعب مش كل ده مشقة مش كل ده في محن مش كل ده في تعب مش كل ده في يعني اشكاليات عليك ممكن تسيب شغلك تروح تصلي تتعرض للرفدة او تتعرض للازية او يخصمولك او 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 مش كل ديك مشاكل او الشيخ بيقول لك بقى ايه في اسفار الارباح ان كل هذا ايه ربح انت بتغتنمه لان انت بتخزن فين في الاخرة راحة الارواح روحك بتستريح مع الطاعة ليه لان حضرتك روحك لما تعودت على الطاعة سهلت عليها العبادة فثقل العبادات الموجودة في البدن ما بقاش يحس بيه البدن ولا الروح في اسفار الارباح راحة الارواح واضحة تبعي اوانا مسقط مسقط يعني في اسفار الارباح يعني طول ما انت ماشي في صفر رابح يعني طول ما انت ماشي في طريقك الى الله انت رابح لما تيجي تستريح بقى حضرتك وتموت وروحك ما تخشش فين ما تخشش في صقر اما لتروح فين فروح وريحان وجنة نعيم فهم فروح وريحان وجنة نعيم وفي اسفار الاخطار اللي هي ايه بقى عكس الاولاني المعاصي جدح وفي اسفار المعاصي يعني واحد ما قد حياته كلها معاصي وهو مسافر اصحنا كده كلنا كده كلنا مسافرين الى الله كلنا راحلين انت ده هنا مسافر هتحط فين هتحط الرحل فين لما ملك الموت يجي لك خلاص انقطع السفر تخش على الدار الاخيرة بقى ويبدأ سفر تاني اللي هو سفر الدار الاخيرة تقبلك فديس ابو ايه سفر الاخطار يعني ايه سفر الاخطار يعني سفر السيئات طول ما انت ماشي عملت جنز نبو سيئات ومعاصي وغفلة وما فيش توحيد ولا فيه محبة ولا فيه شوق ولا فيه كذا ولا فيه كذا ولا 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 اللي يحصل اللي يحصل تعب الظواهر والاسرار تعب الظواهر الظواهرك بتتعب ما احنا ليس سيئين القادة اللي قبلها الشيخ رضي الله عنه وصل بلغ من العمر بعد المية وشوي ويقولوله الظواهر هنا اللي هي الأجسام يقولوله ايه يا مولانا ازاي انت وصلت لهذا السن وانت اعضاء قوية يقال لهم ايه تلك اعضاء حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا طب واحد دلوقتي مقدم وهو صغير كل حياته معاصي اول لما يجيب الاربعين تلاقي جسمه كله بقى يوجعه وتعب وقرف دي دعب الايه الظواهر طب طب تعب الاسرار تعب القلب قلبه دايما تعبان ليه انه عاصي مش مرتاح خايف انه معرفش ربنا صليته على النبي فتتقلب عليه كل انواع الهموم والغموم نسأل الله السلامة والاعانة وقال رضي الله تعالى عنه والله اعلم واقول والله اعلى واعلم واعز واكرم صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا واسترنا واجبرنا وسامحنا واجعل ما قلنا وما تعلمنا وما علبنا وما علمنا وما على نبينا صلينا وما لك ذكرنا هدية منا مقبولة إلى روح سيدنا محمد وقال البيت اجمعين والعلماء العاملين ومشيخنا في الله تعالى احيانا ومنتقلين حاضرين بارواحهم وغائبين اللهم اغفر لنا والاخوارين الذين سبقون بالايمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم اللهم اجزي عنا مشايخنا جميعا ما هم اهله اللهم جازين بالخيرات خيرات وبالاحسان احسان وبالعلم تقوى ومغفرة ورضوان وحشرهم في جناتك جنات النائم اللهم تغمد برحمتك مولانا وسيدنا وشيخنا الامام الحداد رضي الله تعالى عنه اللهم اعلي قدره بما تعلمنا من كتبه اللهم ارفع قدره بما نفعنا من علمه اللهم اجزيه خيرا اللهم تقبله عندك في الصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق اللهم اجزي خيرا كل من ساعد على نشر هذه الحكم الحدادية سواء كانت مكتوبة أو مقرؤة أو مسموعة برحمتك يا رب العالمين اللهم اجعلها يوم القيامة حجة لنا لا علينا اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا اللهم اغفر لنا بما قرأنا وما تعلمنا وما علمنا اللهم اجعلها خلصة لوجهك اللهم اكتب لنا ولها التوفيق والقبول والإحسان والسداد برحمتك يا رب العالمين اللهم انفعنا بها ظهرا وباطنا وجل حجة لنا لا علينا ونسألك يا أرحم الراحمين أن تأتي هذه الحكم يوم القيامة شهدة لنا لا علينا كما ندعوك بقرآنك أن يكون شهدا لنا لا علينا اللهم إنا نسألك كل ما يقربنا إليك ويرضيك ونسألك أن تبعدنا عن كل ما يبغدك علينا ويشقين في طريقنا إليك يا أرحم الراحمين اجعل ما نقول وما نعمل حجة لنا لا علينا ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلة وقسدا على البلاء صابرة اللهم اجزي عنا خيرا كل من حضر ولو مرة ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة